بعد الارتفاع الملحوظ بأعداد الإصابات وتخطيها 8000 إصابة في صلاح الدين منذ بدء جائحة كورونا دائرة الصحاف المحافظة عملت على زيادة الساعة السريرية في المستشفيات الحكومية حيث عملت على افتتاح جناح طبي ساعة 100 سرير بعد اكتمال عمليات البناء والتسليم تم بناء مستشفى كرافاني من البناء الجاهز بساعة 100 سرير والحمد لله ان المستشفى اكمل من ناحية العمرانية فتم بناء مستشفى من ناحية الكرافانات وتجهيزها للسرة وفي المستقبل القريم ان شاء الله ستتكفل الدائرة بتجهيز المستشفى بكافة الاجهزة والمستزمات الطبية والادوية الخاصة بمرة كورونا هذا الجناح المخصص لعلاج وعزل المصابين نفذ على مرحلتين الاولى تشمل عمليات البناء والثانية تشمل نصب الاجهزة والمعدات الطبية اضافة الى تخصص الملاك الطبي المشرف على المصابين بفيروس كورونا والملاكات الساندة لهم شاء مستشفى كرافاني ساعة 100 سرير والمجهز بالاسغة وسوف يتم تجهيز باقي الامور الطبية والمستزمات من قبل دائرة الصحة لاستقبال اهلنا في صلاح الدين والكادر جاهز لاستقبال مرضى صلاح الدين ومن هذا الموقع وناشد المواطنين بلبس الكمامات حفاظا على رواح الناس اجراءات صحية وادارية تتبعها دارة الصحاب المحافظة بالتنسيق مع خلية الازمة للحد من ارتفاع عداد الاصابات والحفاظ على سلامة المواطنين عمر العزاو العراقي الاخبارية صلاح الدين